ضربة استباقية أو استغلال لضعف مفترض غموض يلف كواليس الهجوم المفاجئ الذي نفذته فصائل مسلحة موالية لتركيا بمقدمتها هيئة تحرير الشام على مواقع للقوات السورية شمال البلاد في ثالث أيام الاشتباكات الفصائل المسلحة دخلت مدينة حلب بعد أن سيطرت على عدد كبير من البلدات في رفي إدلب وحلب بينها بلدات استراتيجية وقطعت طريقي M4 و M5 المؤديين لحلب بالإضافة إلى السيطرة على مركز البحوث العلمية بمحيط المدينة واستهداف السكن الجامعي هناك بقذائف صاروخية وطالبت بإخلاء عدد من الأحياء السكنية المحيطة بينها الحمدانية قبل أن تدخلها أما المواجهات فاحتدمت صباح اليوم في مناطق تبعد قرابة العشرة كيلومترات عن حلب لا سيما في محيد قبتان الجبل ودارة عزة ومحوري الفوج 46 وسراقب التي انسحبت القوات السورية منها قبل أن تنتقل المواجهات إلى داخل المدينة وتتوسع في أحيائها من جهتها أعلنت وزارة الدفاع السورية تعاون مع قوات وصفتها بالصديقة لاستعادة المناطق التي فقدتها مضيفة أنها أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الفصائل المسلحة إن شاء الله سوف نرجع الأرض ونرجع بلادنا التي أخذوها من النظام عملية ردع العدوان كما سمتها الفصائل المسلحة تهدف إلى توسيع المناطق الآمنة تمهيدا لعودة سكانها وفق قولهم لكن التوقيت أرجعه محللون إلى رغبة أنقرة بالضغط على دمشق ودفعها للتفاوض مستغلة ضعف القوات السورية في ظل انشغال حليفيها الرئيسيين أي روسيا وحزب الله ترجمة نانسي قنقر